السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبيك بلادي هل فعلا فيه تصريحات غريبة الأيام الأخيرة نوقلت عن الكابتن نبيل معلول بخصوص أنه هو عايز أو بيشترط أن الكابتن في رأس الخطيب يكون لاعب في المنتخب السوري مرة أخرى أو حتى يكون من ضمن الكادر التدريبي كمساعد للمدرب هل فعلا الكابتن نبيل معلول تحدث عن عمر خريبين وجال أنه هو من أهم اللاعبين اللي هيكونوا معاه في المنتخب جال أن مباراة سوريا والأردن هتكون مباراة ضعيفة وهو عايز منتخب أقوى شوية من الأردن يلعب معاه المنتخب السوري مباراة ودقية جبل ما نتكلم في النقاط دي بالتفصيل الممل الكابتن أسامة أمري صانع الألعاب الكبير ولعب المنتخب السوري الأول رجال أجرى والحمد لله جراحت الرباط الصليبي بشكل ناجح وتكفى لنادي الخريطيات القطري بكامل تكاليف العملية وأيضا أجرى أسامة أمري تلك العملية في مشفى أسبتار وبالمناسبة نادي الخريطيات القطري أنهى عقده مع أسامة أمري بالتراضي طبعا بعدما تعرض لتلك الإصابة تعالوا باجأ نتكلم عن الأخبار اللي نقلت الفترة الأخيرة عن الكابتن نبيل معلول عديد من الصفحات نقلت وقالت إذا توليت تدريب المنتخب السوري أي الكابتن نبيل معلول سأقوم بإعادة فراس الخطيب للمنتخب ولم يحدده هل سيعيد فراس الخطيب للمنتخب كلاعب أو سيعيده كمدرب لكن الخبر عاري من الصحة تماما للأمان أنا دورت على أي مصدر يؤكد الخبر ولم أجد نهائيا الخبر إشاعة مئة في المئة تحديدا وأن الكابتن حاتم الغايب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم أكد أكتر من مرة أن الكابتن فراس الخطيب خلاص سنة الحياة وهو اعتزل كرة القدم ولن يعود للعب كرة القدم مجددا أما الحديث عن كون الكابتن فراس الخطيب مساعدا للمدرب نحن نتمنى هذا ولكن أيضا السيد حاتم الغايب أول أول أمس تحدث مع الأستاذ لطف الاسطواني وجال أن فيه تدرج معين في الحصول على المناصب الخاصة بالمنتخب السوري الأول للرجال وصعب أن الكابتن فراس الخطيب ينتقل من كونه مساعدا للمدرب معناد السليمية الكويتي واللي هو لسه أيضا سايبه من حوالي أسبوع ويلطحك مرة واحدة كمساعد للمدرب نبيل معلون أؤكد نحن نتمنى هذا ولكن للأمانة الخبر غير صحيح تعالوا نتكلم عن عمر خربين البعض أيضا أشاع وقال أن نبيل معلول جال على قنوات بي إن سبورت أني عمر خربين أفضل مهاجم بأسيا 2016 وسيكون من أبرز المهاجمين في 2020 هل الكابتن نبيل معلول جال كده؟ لا برضو أنا تأكدت من أكتر من مصدر وتابعت كل سلسلة الحلقات الخاصة بقنوات بي إن سبورت وجريدة بإ إن سبورت ولم أجد أن الكابتن نبيل معلول صرح بتلك التصريحات واضح أني عشاق المنتخب السوري أنهم مستعجلين على أخبار المنتخب السوري ومستعجلين على تولي المنتخب السوري الأول للرجال فبيغضوا الأخبار من مصادر غير موثوقة بالمناسبة العديد من الصحف أكدت أن فراص الخطيب سيعود ويلعب مع المنتخب السوري الأول للرجال كلاعب وليس كمدرب ولكن للأمانة هي مصادر غير جيدة بالمرة وأيضا خبر آخر نقل على لسان الكابتن نبيل معلول ويقول أن الكابتن نبيل معلول يرفض اللاعب وديا مع المنتخب الأردني ويفكر بمنتخبات أقوى والله الخبر ده إلى حد ما منطقي كل جماهير كرة القدم السورية تتمنى أن تكون مباراة المنتخب السوري الأول للرجال المقبلة المباراة الودية واللي مقرر لها إما يوم 25 ثلاثة أو يوم 26 ثلاثة أن هي تكون مع منتخب أقوى شوية من منتخب الأردن مع أني شايف منتخب الأردن من المنتخبات القوية ولكن للأمانة مفيش أي مصدر رسمي بيقول أن الكابتن نبيل معلول عايز يلعب مع منتخب أكبر أو منتخب أفضل من المنتخب الأردني يعني يا أخي أنت طالع وتعب نفسك عشان تقول أن الأخبار دي كلها كذب بس كده آه يا أخي إيه المشكلة؟ أنا وجهة نظري الشخصية أن أي حد بيتكلم على السوشيال ميديا مش بس بينقل الأخبار كما هي أو مش بس بينقل الأخبار المؤكد صدقها والمؤكد رسميتها ولكن أيضا من دور أي حد بيتكلم على السوشيال ميديا أنه هو يوضح أن في بعض الأخبار انتشرت أو بتنتشر في الأولى الأخيرة عن الكابتن نبيل معلول أو عن أي كيان آخر والأخبار دي بتكون عارية من الصحة تماما وعلى فكرة بالمناسبة ممكن فعلا الكابتن نبيل معلول يكون جالي التصريحات دي ولكن للأمانة في حدود اطلاعي أنا ما عنديش مصادر للأخبار دي لو أنتوا عندكم مصادر للأخبار دي أو لو أنتوا شفتوا مصادر بتؤكد تلك الأخبار والتصريحات رجاءا تركوها لي في التعليقات أسفل الفيديو ونذهب معكم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام طبعا أنا كنت قلت لكم أن الكابتن فراس معلة وليس الكابتن فراس أنا باعتذر جدا على الخطأ الغير مقصود وبشكر أيضا أخي عماد عباس أرسل ليه أول أمس على الفيسبوك وصحح ليه النطق وحتى هو أرسل ليه النطق بصوته أشكرك جدا أخي عماد طبعا أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام هم كلا من عبد الناصر كاركو الجاسم وفراس العزب ومحمد راتب الحايك وبشير عبود وعلاق محمد جوغجي ومحمد الخضر وأيمن أحمد وشدة جروان واللواء ياسر شهين ممثلا عن هيئة الجيش والمقدم منيف طعمة ممثلا عن هيئة الشرطة ودكتور مروان دويعر ممثلا عن وزارة الإدارة المحلية وعمر العاروب ممثلا عن وزارة التربية وأيضا هناك خبر إلى حد ما جيد بخصوص لاعب دايما بتسألوني عنه وهو جابريال السومي جابريال السومي كان يلعب مع نادي في الدوري الأمريكي وهو نادي نيو إنجلند ريفليوشن وزي ما قلت لكم هو نادي أمريكي انتقل حديثا جابريال السومي إلى نادي سويدي وهو نادي اسكالستونا السويدي وهو نادي من أندية الدرجة الأولى بالدوري السويدي العقد طبعا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ومن المقدر أن تكون أول مباراة لجابريال السومي بإذن الله يوم الأحد المقبل في الكأس كأس السويد مع نادي كارلس كورونا ونالذها معكم وفقرة الرد على تعليقاتكم الكريمة والتعليق الأول من روز روز وأنا باعتذر جدا أنتأخرت عليك في الرد أنا شفت تعليقك أكتر من مرة هو بيقول اسمي أحمد إبراهيم إلى آخره وبيقول هل يستطيع المدرب نبيل معلول أن يوصل منتخب سوريا لكأس العالم والله أخي الغالي أنا مستبشر خير بقيادة رياضية جديدة باتحاد رياضي عام جديد بلجنة جديدة للمكتب التنفيذي باتحاد سوري جديد وبمدرب جديد يعني يفترض أن بإذن الله إن شاء الله إحنا مش باجي لنا فقط غير لعيبة تتحمل المسئولية وبإذن الله إن شاء الله تصل إلى كأس العالم ومش بس تصل إلى كأس العالم وكمان تعمل إنجاز في كأس العالم بإذن الله وهو بيقول أنا بحب حراسة المرمى وأتمنى أن أكون أفضل من إبراهيم علم أخي الغالي أنا عشان أكون صادق معاك وعشان أكون مباشر وواضح معاك الآن الفرص صعبة جدا جدا وعشان أكون برضو صادق معاك الآن المنافسة شديدة جدا جدا ولكن عليك أن تبدأ 13 سنة سن صغير جدا جدا ابدأ من الآن وركز جدا جدا ومين عارف يمكن بعد كده نغطي أخبارك يعني إلى جوار أخبار إبراهيم علم وتعليق آخر من الحساب يحمل اسم سباعي بدر أخي أتمنى ترد على تعليقي شو أخبار السومة عمر السومة ما شاركش للأسف في المباراة اللي فاتت مع نادي استقلال طهران الإيراني إن شاء الله مقدر إن هو يشارك فيه الأيام المقبلة تحديدا فيه مباراة الأهلي السعودي مع الفتح والمباراة هتكون بعد بكرة بإذن الله يوم الجمعة الساعة سبعة ونص مساء بإذن الله وتعليق آخر من محمد دوي أخي ألغالي كم مدة غياب أسامة أمري عن الملاعب أتمنى الرد وشكرا لك أخي ألغالي إن شاء الله بإذن الله على الأغلب أسامة أمري هيغيب الفترة العادية اللي بيغيبها أي حد بيعمل عملية الرباط الصليبي واللي هو عملها من قبل يعني في حدود من أربع إلى ست شهور في حدود اطلاعي وتعليق آخر من أبو حمدي الحمداني أخي سؤال هل يوجد في مصر سوريين طبعا يا أخي ألغالي في مصر هناك سوريين كثر وأيضا في الصعيد عندنا في عدد كبير من السوريين وعندنا بعض المصانع في المناطق الصناعية بيملوكها سوريين وبيقدموا إنتاج عالي جدا جدا واللي امتابع منكم أغلب محلات الشاورمة الكبيرة في القاهرة هي أيضا مملوكة لناس سوريين يعني نحن نحترمهم ونقدرهم وطبعا بتكون أفضل أنواع الشاورمة مع احترامنا طبعا للمحلات المصرية وتعليق آخر من عبود الشامي أخي ألغالي أتمنى تجاوبني ما عجول نشوف اسم جديد في المنتخبات مع المدرب الجديد نعم أخي ألغالي بكل تأكيد إن شاء الله بإذن الله وأنا الكلام اللي بقول لك ده من المصدر رسمي إن شاء الله بإذن الله في القامة المقبلة هناك أسماء جديدة لدى المنتخب السوري الأول للرجال والكابت النبيل المعلول يحق لي إن هو حتى في المباريات الودية المقبلة وحتى في مباريات المالضيف وغوام والصين المقبلة إن هو يأتي بمنتخب جديد ولكن عشان لكونوا واقعيين في عدد من اللاعبين لا يمكن الاستغناء عنهم عمر السومة إبراهيم علمة أحمد الصالح عمر ميداني كل الأسماء دي وأنا عملت حلقة من كام يوم عن العشر أسماء اللي ما ينفعش المنتخب السوري يعني يستغني عنهم في الفترة المقبلة ولكن أبشرك الكابتن النبيل المعلول له صلاحية الانتقاء من المنتخب الأولمبي ومن المنتخب السوري الأول للرجال وحتى من المحترفين في الخارج وتعليق آخر من حساب يحمل اسم سوريا وطني أعتك لعافية أخي الغالي أحمد بدي أسألك أشكرك أخي الغالي هل الكابتن أيمن الحكيم مستمر مع المنتخب الأولمبي إلى آخره أخي الغالي إلى الآن مفيش أي كلام بيؤكد إن الكابتن أيمن الحكيم خارج المنتخب السوري الأولمبي على الأغلب هو مكمل إلى الآن ولكن للأمانة مفيش كلام رسمي إلى الآن بيقول أنه هو ترك المنتخب الأولمبي وتعليق آخر من ابن الحسكة مش عارف الحسكة ولا الحسكة يريد تصلحولي في التعليقات أسفل الفيديو بيقول تحياتي أخي إمتى نبيل معلول يبلش تدريب بسوريا أخي الغالي المفروض أنه وفق تصرحات الكابتن نبيل معلول آخر الأسبوع ده يكون وقع مع المنتخب السوري تحديدا مع وجود قيادة رياضية جديدة بقيادة السيد فراس معلة ودينا منتظرين وتعليق آخر من حساب يحمل اسم أبو نبال الشيخ الوادي ممكن تحكي عن السيرة الذاتية عن السيد الكابتن نبيل معلول للأخوة اللي معارفين عنه أي شيء أخي الغالي هسيب لك دلوقت فيديو في العلامة اللي فوج في كل شيء حابب تعرفه عن الكابتن نبيل معلول وعن إنجازاته وعن شخصيته وعن تكتيكه كمان وتعليق آخر من جيم سبورت شكرا أخي بس عندي سؤال من هو المعني ببناء وترميم الملاعب السورية لكرة القدم هل فراس معلة أو حاتم الغايب؟ أخي الغالي المفروض إن اللي معني بده هو المكتب التنفيذي بقيارة السيد فراس معلة ولكن السيد حاتم الغايب صرح أكتر من مرة إنه هو حابب إن ياخد الأمر ده لحيازة الاتحاد السوري لكرة القدم لإني بكل تأكيد الكابتن حاتم الغايب هو أصلا ابن الفوتبول السوري وبكل تأكيد هو القضرة بملاعب كرة القدم عن السيد فراس معلة واللي هو طبعا أصوله برياضة السباحة وتعليق أخير من حساب يحمل اسم حسن جاسم ألف مبروك أخي هل فراس الخطيب رح يرجع يلعب؟ لا يا أخي الغالي للأمانة مفيش أي خبر ولا أي منطق يسمح بدا الكابتن فراس الخطيب أعلنها بشكل رسمي على قنوات MBC إنه هو اعتزل اللعب سواء مع الأندية أو مع المنتخبات وهي في النهاية سنة الحياة لكن ممكن نشوفه مع المنتخب الأولمبي مع منتخب الشباب السوري مع المنتخب السوري الأول للرجال وأنا أتمنى ده طبعا بكل تأكيد في نهاية الحلقة أشكركم جدا على حسن المتابعة منتظر رأيكم على حلقة النهاردة في التعليقات أسفل الفيديو ولا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته